ياهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 بص ما كتمش عليك واقولك بصراحة ما كانش نفس اتكلم في الموضوع ده النهاردة وقولنا نكتفي بما حدث امس بس برضو يعني ايه تعالى نقفل الكصة نقفلها من جانبنا يعني انا ما عافش هتتقفل امتى بس شخصيا يعني احاول اقفلها النهاردة بالنسبة لنا يعني حوار بتاع حسين الشحات ومحمد الشيبي واللي حصل فيه مبارح وخطأ حسين الشحات الجاسيم جدا ورد فعل النادي الاهلي السريع جدا لاتجاه اللاعب رد فعل ربطة الاندية السريع ايضا صباحا وهي تعاقب حسين الشحات ردود فعل متغيرة بالنسبة لي بيرامدز مبارح كان فيه صلح والنهاردة قالوا لا احنا ما كناش نعرف الواقع فعايزين حق اكبر بص عشان ما خشش هنا انا بالرأي طرف عشان انا كريم ما خشش في الرأي طرف ليه مش عايز اخش طرف انت كمشجع لعجبك حد يقول ان حسين الشحات غلطان ولا عجبك ان حسين الشحات يتعاقب ولا عجبك حج معقوبة حسين الشحات انا شايفها اكبر من كده المفروض ولا فري معاك اعتذار اللاعب وشايف انه كان لم يكن ولا اي رأي حيعجبك او يبسطك يعني لو عجبك نصه مش يعجبك النص التاني انت كده كده عايز الموضوع باكتج كده يليحك كمشجع عن النادي الفئولاني او النادي الفئولاني بس انا اللي واقف عنده حاجة بسيطة جدا هو احنا ليه يا جماعة نتفنن نتفنن في اختراع الازمات نتفنن دون داعي لانا لسه من كام يوم كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء قلت ايه هو الميزة العظيمة في الموسم ده انه انتهى من غير مشاكل كتير هو في مشاكل وازمات بس مش كتير زي كل موسم ومباراة بلا قيمة وبلا فائدة للاهل ولا برامد خلاص الاتنين حاسمين امورهم تحصل فيها ازمة كبيرة كبيرة لعيب غلطان اللعيب التاني غلطان النادي ده غلطان فيه ازمة الازمة دي احنا كمتابعين كاعلاميين كمشجعين ليه زنبنا نخش دايما في حاجات صغيرة من الكل صغيرة ليه يا جماعة ليه ما بنستمتعش بالكورة وبالرياضة زي كل خلق الله ليه حياتنا دايما فيها ازمات في الكورة وانا قلت الكلام ده هفضل اقراره كل يوم يا جماعة الكورة والرياضة الهدف منها اضطر فيه على الناس يعني انا بفرج على مباراة انا بتخلص من ضغوط الحياة الطبعية وانا بفرج على مباراة كورة باستمتع بهدف باستمتع بمنافسة حلوة فده الهدف من الرياضة اصلا بيقدر عن اللي بيلعبوها دي هدف صحية وبدنية ومنافسات وامور اخر بس اللي بي المشاهد هدفه يرفع عن نفسه انا زنبي ايه مش انا كريم يعني كلنا يعني اللي بنتابع وبنشاهد زنبينا ايه كل شوية ازمة ومشكلة واخنائة وحوار وقصة وتلاقي حد باجتمك وتلاقي حد بيهاجمك ويقولك لأ انت قلت رأي مش عارف ايه لأ انت ما قلتش رأيك في اللي مش عارف ايه طب لأ انت كليما فوت تقول الرأي بالشكل مش عارف ايه انا عاما اللي عايزين نقول رأي وهلا حاجة احنا عايزين نطلع نتكلم في الكورة نقول والله الفرقة دي لعبت كويس والله الفرقة دي كان لعبها وحش النهاردة والله الفرقة دي تتحسن لو عملت واحد اتنين تلاتة اربعة بس دي احداث دي احداث ولازم نتعامل معها للأسف يعني للأسف والله يسامح كل كل الناس اللي شاركت في هذه القصة من امبارح سواء بالفعل سواء بالمشاركة سواء بالمبلغة سواء كل حاجة كفاية يا جماعة لحمونا خلونا نفرح بيكم كده ونستمتع بيكم وبشغلكم النادي دوت واللعب دوت ونقول عليكم كلام كويس ونقول الدنيا حلوة ليه دايما خناقتنا ومشاكلنا وازمتنا برى الكورة ليه يعني حتى ازمتنا اللي في الكورة قليلة لجوة الكورة دايما براها هامشي بقى ده خلاصة الكلام في القصة دي بس اقول لكم كم خبر في الحكاية دي مش هستطول اصلا فيها رابط الاندية ده منذ لحظات يعني قرية انها تحيل شكوى بيرامدز ضد حسين الشحات الى لجنة التظلمات انتعرفين رابط الاندية خليت قرار صباحا وبعد كده بيرامدز قال لا احنا مش عايزين مباراتين فقط عايزين شكوى بالمناسبة انا سمعت الكابتن هاني سعيد دي على جنبي يعني تسأل في لقاء يعني وتقال له طب بيرامدز عايز ايه انت عايزين ايه فقال له ما عرفش يعني اللي جاء بتاعت الكابتن هاني اللي هو مدير الرياضي قال ما عرفش طب يعني نعرف يعني على فكرة انا شايف بيرامدز يمشي في كل طرقه الرياضية كلها لحد ما يشوف الحق المناسب بس برضو لازم يكون هو عارف الحق المناسب اللي المفروض بيدور عليه فتمام تمام كل الناس تمشي بس في اطار الرياضة بالمناسبة يعني في اطار الرياضة واتمنى يكون الكلام مفهوم في اطار الرياضة مش اكتر من كده عادي خد حقك ودور عليه حدش يمنع ابدا حد انه يدور على حقك كمان المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة تزانومات كشف ان القاعدة القانونية انه لا يدار الطاعن بتاعنه فمش هيبقى فيه زيادة في عقوبة الشحات او تغلزها الا لو بيرامد قدم مستندات جديدة تقلب موازين العقوبة يعني مش هيحصل جديد في عقوبة حسين الشحات الا لو بيرامد اضاف دفعات او حاجات تانية غير اللي كان رابط القانونية خيات عليها قررها الصبح بعقوبة حسين الشحات مباراتين اقاف مباراتين تمام بالمناسبة مراكم مبارات الاهلي بيرامد هو اللي انقذ عقوبة حسين الشحات من البطلان ادارة المسابقات خدت القرار وخدت الكلام ده بناء على مراكب المباراتين لحسين الشحات دي حكاية برضو انا مضطرة اقول الاخبار والله بس دي الاخبار الرسمية فبقولها لحضراتكم يعني دي حكاية حسين الشحات واللي حصل مع الشيب مبارح وبرامدز وخلصت بالنسبالي لحد هنا يعني ما عرفش بقى هيودو على الحد فين انا ما عرفش كلهم يعني كل الناس ما عرفش والله ما قادر امسك حد بعينه وانتقد يعني السنينة هتيجي تقول ايه فلان الغلطان هيقولك لا انا مش غلطة عشان احني تدقى دي بنت اللي غلطة لا انا مش غلطة عشان احني تدقى دي بنت اللي غلطة لأ ما محدش غلطان دايما في ايه ازمة عندنا محدش غلطان كل الناس شايفة ان لها حق فبالتوفيق كل الناس بقى تنبسط مع بعض دي قصة